إزاي بقى بدأت كرة القدم وكيف بدأت حياتها بمسلم مع الساحرة المستدينة؟ لا هي كرة القدم طبعاً كنت مشارج بعيد قوي يعني مشارج كبير جد كنت صغير أنا عندي 8 سنين تصغير يعني أنت كنتش مجبرتش على طوح لسه صغير كان عندي 8 سنين وأنا بلعب معه في الشارع طبعاً تعرف بتلعب في الشارع وبتلعب عند البيت تحت البيت وكده وبلعب مع صحابي وكده فأخويا كان بلعب هناك بلعب كرة وكده فنقص واحد من أين؟ من الأمرية الأمرية آه فنقص واحد فقال لك تعال أقف إيه؟ تعال أفجون آه وأنا بلده كنت ألعب مع زمينا كده فنزلت أقف عادي هما كبار بقى هما كبار مني مثلاً 8-9 سنين يعني آه فنزلت أقف جون فأيه هما كبار بقى فأيت أخدونا كرة عن مال إيه؟ يعني بسرحت معاهم بيت ألعبوا بتاعوا الحكاية وتلقص فيهم آه والناس قال لك إيه دا؟ تم تقدمه في الناد الأهلي وكده آه بس فرحت اختبارات الناد الأهلي كان الكافتة نشاطة وأنا عندي 8 سنين آه أول اختبارات على طول رحت اتاخدت في أول اختبارات على طول وبعد كده لعبت سنتين في الناد الأهلي التسعة وعشرة تنشاطة؟ لعبت سنة مع كابتة نشاطة وحتى تلاقي السورة أنا شفتها هم وحطينها وأنا زغير في الملعب اللي هو الورا كان بدل من درجات تيتش كانت ملعب الورا دي كان كلها طرابة لسه كانت نهاية من الناد آلي وكان معايا في فرقة خلي بقى كان معايا الشريف كرامي كان معايا سمارة اللي هو الجيل بتاعي سمارة اللي هو كان بلغة حادثة كندري واه وكان خلي بقى لك معايا واحد مفاجأة بقى معايا أحمد فاهمي اللي كان بمثل المثل المثل آه أحمد فاهمي كان معايا فرقة بتاعتي والله اه في السورة لو جات السورة احمد ان حالوي موت هعطلنا السورة بحمود كده كنا إحنا الجيل دوت فدخلت ولعبت سنتين ودنا كويسة جدا جات حظينا خلي بقى لك كان صعب جدا اللي هو جيل تمانين كان يعملوا كاس العالم اللي هو هيلعب في مصر وكده فقال لك هنضم ثمانين مع واحده ثمانين يعني هياخده المميزين فاحنا الفرقة كلها مشينا مكانش فيه اه ودونا نادي النيل ايه دي السورة ده الشريف الكرام الموجود اللي ايده على الكرة بس السورة تشطة طبعا ده كانت تشطة الملعب اللي وقت لك ده المدرجات تتش دلوقتي اه ده اللي هي المدرجات ده المدرجات دلوقتي اه وعندك السورة الثانية بقى وسامارة اللي هو قصير لنحادي وكريم عدل عفتاح فانيلة المانيا اللي هي كبيرة ديت اه والسورة التانية اللي هو ركح ما تفهم موجود فيها اه وده حسين ياسر محمدي خلي بالك رحطة ايدي اللي هو الثاني واحد مع الجام 不是 ا اني واحد شافي فانيلة مخططتا خالص ان Hauptتانية كده اه اللي تحت رحطة ايدي اللي اتنين ده حسين ياسر محمدي والله اه اه فالسورة التانية اللي فيها فهمي وكنا نكبرنا شوية اتلينوا الصورة التانية لنا السورة التانية شهدي اه. اه عندنا واحنا عندنا 11 سنة. فلغوا السنة حطنا احنا بس خدوا اتنين بس. اه. كان شريف. شريف اكرامي. اه. بص اه. اه. بص اه انا طبعا عن الطرف هناك اللي هو التاني واحد من هنا. احمد فامي شاف الحط دي دي اتنين دول. اللي واقف ولا اللي اه. شاف التلات جوان? تلات جوان اللي الاربع تجوان اللي تحت دول. هو اول واحد من الحدا بشعر النعم ده. ده احمد فامي هم قاعدين كده شمالهم ولا يمينهم؟ لا هنا يمينهم اوه لو هو شعر نعم اول واحدة تليه شعر اسود اللي هو النعم دوت ثلاث واحد قاعد من تحت ايوه ثلاث واحد هو دوت هو كان الجيل بتاعنا و هوا كان عطول كان مشكلة كان معها وحسين زازة وجزارج كان معها جيل مميز فكنت مكملين في النادي وقعدنا في الاغ السنة زي ما وطيلك 80 مواحد 80 فمشينا كلنا وقعدنا لنادي اسمه نادي النيل النيل اللي هو في المانيال فروحنا لعدنا في النادي النيل سنتين انا طبعا ما عرفش اي حاجة يعني انا قالوا لي روح روحت رايح برد طبعا السن ما كانش عندي الخبرات فيه ناس من هنا الفترة دي بقى كل الجيل يعني كله تقسم اللي راح فيه ناس راحت الزمالك وفيه ناس راحتش عارف نادي تاني الماولين انا فضلت زي ما انا رحت النيل عشان انا هلاوي عمري ونادي النيل ده كان عطول كل هلاوي وكان ماسكو كابتنا احمد ماهر الله رحوان بس فقلت هرجع تاني السنة اللي بعدية فلقيت كانت كانت تنعماشا هناك فقال لي فرحو خدني ما زر عدين اشتركوا في القناة